دلوقتي نيجي لجبهة الإنقاذ اللي نعقدت النهاردة وأعتقد أن أستاذ حمدين صباحي هو اللي أتى على لسانه أنه جبهة الإنقاذ تدعو الشعب المصري للتجمهر أو للاحتجاج أو الحصار أو للتظاهر أمام مجلس الشورى مع أول أو أولى جلسات منقشة قانون الصوت القضائي تشاورت في النوضوع لاززاي سيد عمرو موسيقى أولا لا يمكن أن يكون قد استخدم لفظ حصار هذه كلمة لم تذكر أبدا في النقاش إنما اللي ذكر هو كيفية التعبير عن دعم المعارضة أو المواطنين للقضاء وأنه يكون من بينهم أعضاء مجلس الشورى من المعارضة وأنه لفترة زمنية محددة وأنه ليس حصارا ولكن تعبيرا على الرأي السلمي ده كلها أفكار تم تداولها وحنشوف التطورات من الآن حتى إنعقاد البرلمان في الأسبوع القادم هيتم فيه واللي يقول إنه جبهة الإنقاذ بتعمل زي السيد عاصم عبد الماجد بتعمل زي اللي بيحصروا مدينة الإنتاج بتعمل زي اللي بيحصروا دار القضاء لا 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 ده حصار يعني هؤلاء المتظاهرين حاصروا المحكمة الدستورية العليا هؤلاء المتظاهرين حاصروا دار القضاء العالي المظاهرات اللي زي دي اللي محددة الوقت والناس هو للتعبير السلمي على الرأي ليس حصارا ولا يرمطوه ولا يضربوا حد وحن نسأل شيخ حاصم عبد الماجد أنت يعني بتقول يحصروا منازل القضاء ومحاكم أنا ما قلتش حصار أنا قلت التجمهر أنتوا تروحوا تقفوا أما وصلوا إلى البيوت البيوت يعني إيه التعبير في البيوت يعني يروحوا شقة وبيت ويطلعوا لهم فوق ده كلام خطير جدا إحنا بنتكلم عن البرلمان عن البرلمان حيث تناقش الأمور وحيث يجب أن يستمع النواب إلى صوت الشعب إنما لما يحصر محكمة القاضي ليس له أن يستمع إلى صوت آخر إلا صوت القضية التي أمامه القانون مواد القانون والوقاع اللي أمامه لا يتأثر أبدا بل بعكس يشوش بأي هرجون أو مارجون أو مظاهرات أو غيره في الخارج أما عن البرلمان البرلمان مهمته إيه مهمته مناقشة القوانين مناقشة السياسة مناقشة الموضوعات وعليه أنه يستمع إلى الناس فإذا كان فيه مظاهرة سلمية منظمة هاجبت فرق بشكل شاسع الفرق ما بين المحكمة وده القضاء العالي والبرلمان التظاهر أمام محكمة لا يصح أن يؤثر على القاضي أبدا التظاهر أمام برلمان من شأنه أن يؤثر على عضو البرلمان وده مطلوب لأنه منتخب من هؤلاء الناس هناك فرق كبير جدا ده بالإضافة إلى الفرق ما بين الحصار وإستخدام العنف والطوب وضرب الناس والوش السائل السلمي الدولت الفكرة دي مع بعض هي فكرة أنه ندعو للتجمع أمام تحت عنوان كيف ندعم أي الوسيلة المثلة لدعم القضاء في المرحلة دي والتأثير على النواب بقدر الإمكان فيما يتعلق بالقانون الذي يناقش يعني ده هنا مش حتى السلطة القضائية والقانون تبدأ مناقشته في البرلمان تبدأ مناقشته في مجلس الشورى يستمع إلى صوت الشعب اللي بيقول لهم ارفعوا أيديكم عن القضاء ترجمة نانسي قنقر